لا تتوقف عجلة الترويج لمبادرات حكومية ظاهرها خدمة العراق وباطنها سرقة موارده بشتى الوسائل ومن بينها المشاريع السكنية تعاهد جديد أطلقه رئيس الوزراء الحالي محمد السوداني بإعلانه عن قرب بدء مبادرة إسكان جديدة حملت علوان أجر وتملك وعد فيها بحل أزمة السكن بتقديم تسهيلات حكومية أحد هذه الصناديق التخصصية هو صندوق السكن وسوف يحمل ويتبنى مبادرة أجر وتملك وهو أسلوب متبع في أكثر من تجربة في العالم هناك وحدات سكنية سوف تكون مناصفة بين المواطن مع الدولة إعلان الرجل الذي أقرب أن 9% من العراقيين يسكنون العشوائيات أثار عاصفة من التساؤلات والتشكيك بمدى جدية السلطات في حل مشكلة السكن في بلد يحتاج إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية على الأقل لا سيما في ظل الارتفاع الجنوني الذي تشهده أسعار العقارات وتضاعف نسب الفقر والبطالة ومن بين الأسباب الداعية للتشكيك بهذه المبادرة كما يرى خبراء السياسيون هي سيطرة جهات متنفذة وأخرى مليشياوية على الكثير من عقارات وأراضي الدولة بالتزامن مع تحول سوق العقارات إلى بوابة لعمليات غسيل أموال عادة ما تكون الحكومة طرفا فيها كما يعيد إعلان السودان إلى الأذهال مبادرة داري التي أطلقها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي قبل أقل من عامين وبقيت حبرا على ورق وأسسنا نظام الإلكتروني وقدموا على أكثر من ثلاث ملايين مواطن تقريبا قبل أن تقرعهم شروط قريبا تقريبا نصف مليون أو أكثر اللي سيحصون على قطع أراضي قريبا حدود ثلاثمائة ألف واحد خلال السابيع القادمة وكأن الشعب لديه ذاكرة مثقوبة وعود مكررة يبدد فساد مطلقيها أي حلم بالحصول على سكن يؤمن أبسط الحقوق الأساسية في بلد أحكمت منظومة الفساد قبضتها على جميع قطاعاته